لا يكفي أن يحتوي النظام الغذائي على أطعمة صحية فقط، بل ينبغي التركيز أيضاً على طريقة الطهي. فوفق خبراء التغذية، قد تسلب طريقة الطهي الخاطئة العناصر الغذائية المهمة المتوفرة بالأطعمة حتى الصحية منها، كالخضروات. ويشير الخبراء إلى أن طريقة الطهي المعتمدة على القلي لا تغير القيمة الغذائية للطعام، لكن ما تتضمنه من إضافات هي التي تتسبب في الضرر، ككميات الزيوت الكبيرة والسكر والسوديوم. وتشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة المقلية بشكل كبير قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، ويزيد من خطر الوفاة المبكرة والأمراض المزمنة. كما أن تناول الأطعمة المقلية المتكرر خلال الأسبوع قد يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكر من النوع الثاني والسكتة الدماغية.